اشتركوا في القناة الاتحاد الافريقي لكرة القدم على الفصل الرابع من النظام الاساسي للكافة خلال جمعيتها العمومية التي نظمها في الثاني عشر من مارس الماضي بالرباطة وعرفت انتخاب الجنوب افريقية باتريس موتسيبي رئيسا للجهاز الكروي الاعلى في افريقيا وصدق الاتحاد الافريقي لكرة القدم حينها على تعديل الفصل الرابع حيث اضحى لزاما على كل بلد يود الانضمام للكافة ان يكون عضوا قبل ذلك في الامم المتحدة وهو ما سد الطريق مما جبهة البوليسار الانفصالية التي انتهى حلمها في تسجيل اسمها داخل اروقة الكافة وفي تعليقه على الامر اكد لقجع الذي نال عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم ان التعديل الذي طرأ على الفصل الرابع جاء بالاجماع بما في ذلك الاتحادين الجزائري والجنوب افريقية وقال لقجع في تصريحات اعلامية تعرضن لضغوطات ومضايقات منذ سنة 2013 هدفها تسهيل دخول البوليساريو لاروقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم خاصة مع تواجد الجزائر ضمنها من هنا جاءت الحاجة للقيام بتعديل المادة الرابعة واضفت تعديل جاء بالاجماع بما في ذلك ممثلها الاتحادين الكرويين في الجزائر وجنوب افريقيا وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد جدد تقاثه في فوز القجع على رأس اللجنة المالية مقابل شغل البنينية ادبايو جوانا داسوندو لمركزه في لجنتي الحوكمة والمرقبة عقب نيله لعضوية الفيفا مقابل شغل البنينية اشتركوا في القناة